صباح الخير معاد صباح الخير لكل العم بحضرنا نهار اليوم رح تكون الأجواء خماسينية مع هطول زخات متفرقة من الأمطار في العديد من مناطق المملكة لنعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس خلال اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي رح ينضم لنا مدير العمليات في طقس العرب أسامة طريفية أسامة صباح الخير أهلاً وسهلاً صباح الخير يغطيك ألف عالي الله يعافيك أهلين بداية أسامة مبارح باللين زي ما حكينا بالطقس كان صوتها كثير قوي بدنا نعرف هاي الأمطار مستمرة معنا خلال اليوم اليوم إحنا زي ما تفضلت نجد حكيت فيه عندما يسمى بمنخفض جوي خماسيني يعني الأجواء مش كثير بارد لسر نحكي أوكي في شويت بارد لكن لا يقارن بالبرود اللي رح تيجي بالأيام القادمة طبعاً منخفضات الجوي الخماسيني زي ما نعرف فيها منخفضات بتيجي من مناطق صحراوية فبالتالي بتكون بالعادة محملة بكميات من الغبار والأترب حالياً زي ما نرى من صور الأقمار الصناعية في عنا كميات من السحب الماطرة بتتشكل في مناطق مختلفة المنطقة الشمالية والوسطى تحديداً زي ما نرى هذه العواصف الرعدية اللي شهدتها بعض مناطق المملكة خلال ساعات فجر اليوم كان فيه هناك عواصف رعدية وأيضاً زخات متفرقة من الأمطار وحقيقة متوقعين يعني هاي فيه كميات من السحب رح تستمر بالتأثير على منطقة الشمالية والوسطى نهار اليوم بالتالي شمال ووسط من الكسف ويبقى نهار اليوم تحت تأثير زخات متفرقة من الأمطار ممكن تكون غزيرة أحياناً ممكن تكون أيضاً رعدية بالنسبة للمنطقة الجنوبية والشرقية هي رح تكون تحت تأثير الرياح القوية والمغبرة بالتالي زي ما حكينا شمال ووسط تحت تأثير زخات أمطار رعدية في حين المنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية خاصة مناطق الحدودية مع مملكة العربية السعودية ستكون تحت عرضة لرياح مغبرة ورياح قوية نحذر جميع سالكي تلك الطرق من خطر تدني وربما انعدام مستوى الرؤية الأفقية كنتجة لهذه الأحوال الجوية الخماسينية اللي بتأثر على المملكة ما بعد المنخفض الخماسيني إن شاء الله بكرة رح تتأثر مملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية صحيح بدنا أهم الظواهر الجوية أسامة يعني إحنا بدنا نعرف خميس و جمعة إيش رح تشهد المملكة خلال ساعة الانهار والمساء إحنا اليوم يعني من اليوم وحتى الجمعة فيعنا منخفضين جويات الأول هو خماسيني بلش مبارح بالليل رح يستمر اليوم والثاني منخفض جوي بارد رح يبدأ الخميس والجمعة لو بدنا نوضح للناس بسأل إيش يعني خماسيني وإيش يعني منخفض جوي عادي منخفض جوي الخماسيني بيجي من مناطق صحراوية من صحراء ليبيا ومصر بعدين بتحرك علينا هذا الإشي بيخلي مساره بيجلب معها كميات من الغبار مرات بتكون معها أمطار زي اليوم ولكن درجات حرارة بشكل عام مش كثير باردة هذا المنخفض الأول اللي أثر علينا اليوم عم بتحرك بهذا الاتجاه ورح يعمل غبرة وزخات أمطار زي ما حكينا في الشمال والوسط المنخفض الجوي الثاني بيجي من مناطق القارة الأوروبية هذا رح يوصلنا بكرة للخميس وهو منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية حتى الآن قابل للتطور طبعا بيكون بيحمل معاه بالعادي أمطار أفضل وبيحمل معاه أجواء شتوية باردة هذا المنخفض جوي رح يكون عندنا يوم الخميس والجمعة أهم الظواهر الجوي زي ما حكيته هو منخفض جوي حتى الآن مصنف من الدرجة الثانية نرجع بنذكر احنا فينا تصنيف من واحد لخمسة واحد هو الأضعف وخمسة هو أعلى تصنيف المنخفض الجوي القادم يوم الغد هو من الدرجة الثانية وهو مرفق بكتل هواي قطوية المنشأ بالراقب احتمال تطوره إلى درجة ثالثة لكن حتى صباح اليوم هو من الدرجة الثانية يحمل كميات جيدة من الأمطار من ثلاثين إلى خمسين ملي متر سوف تحطل أغلب هذه الأمطار ليلة الخميس الجمعة وصباح يوم الجمعة أيضا هناك هبات من الرياح بتوصل من ستين إلى ثمانين كيلو متر بالساعة مناطق التأثير من ناحية الهطولات في الدرجة الأولى الشمال والوسط وأجزاء من الجنوب ومدته ستة وثلاثين ساعة حقيقة أهم ظاهرة جوية هو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وهلا رح نشرح ليش فيه انخفاض وفعنا طبعا فرصة لتساقط الثلوج في هذا المنفذ الجوية أو زخات من الثلج خاصة يوم الجمعة فوق الجبال بزيد عن ألف مية في المنطقة الشمالية ممكن توصل أيضا لبعض القمام بالمنطقة الوسطى والعاصمة لكن زي ما حكينا نبارح ما بنحكي عن ثلج شاملة ثلج واسعة تراكمات إغلاقات عن الناس التي تلحطة بالها رح يصير زي ما صار بشهر واحد لا مش هيكل الوضع الوضع أمطار في أغلب المناطق بعض المناطق المحدودة قد تشهد زخات ثلجية طيب بداية هطول الأمطار من أي مناطق هي توقعات الأمطار نمشي فيها من اليوم وخلال الأيام القادمة اليوم زي ما احنا شايفين الأمطار تتركز بالأكثر في المنطقة الشمالية والوسطى فرص الأمطار بعد هيك يعني مع ساعة مساء اليوم تتراجع فرص الأمطار ونهار الخميس تتجدد الأمطار خاصة في شمال المملكة زي ما احنا شايفين لكن الخميس كلما نقترب أكثر مع ساعات المساء والليل تشوفي كيف بيصير فيه انتظام وغزارة أعلى بالهطول المطاري فبالتالي غدا رحكون في عنا زخات أمطار على فترات في الانهار لكن مع اقترابنا للمساء والليل بتصير الأمطار أفضل أعلى غزارة امتدادها أحسن في عموم مناطق المملكة وتستمر زي ما احنا شايفين هاي الأمطار يوم الجمعة لكن يوم الجمعة تترافق هاي الحالة الجوية باندفاع الرياح القطبية مما يعني أن المناطق الجبلية العالية خاصة القمم في الشمال وبعض قمم الوصد قتس ويحتشد انتصاقط زخاتنا الثلج بدلا من الأمطار هاي بالنسبة للأمطار احنا طبعا نحكي كمان عن كتلة قطبية راح تمكس طب قدي احنا منحكي بما أنه كتلة قطبية وحيكون بردو عم تنخف الدرجات الحرارة يعني احنا عم نشوف أنه يوم الخميس رح تسجل بكرا ان شاء الله درجات الحرارة سبتة يعني اتعم تحكي انخفاض اكتر من عشر درجات بخلال هذول اليومين شو عم بيستنانا ادي حتى انخفض درجات الحرارة احنا بيستنانا صراحة زي ما حكينا بالنشرات الماضي مبارح وقبل مبارح انه بيستنانا عودة للأجواء الشتوية الباردة جدا يعني حتى درجات حار رح تكون في مستويات نشوفها في مربع عنية الشتاء وأجواء جدا باردة طبعا السبب انه زي ما حكينا يوم الامس احنا بس عشان لو يعني المخرجي شوف لنا عشان تكون الخريطة اوضح احنا هاي المملكة في هاي المنطقة زي ما احنا شايفين وهي الكتلة قطبية جدا باردة قادمة من مناطق شرق اوروبا هاي مناطق شرق اوروبا لو بنشوف كي تتحرك هاي الكتلة بالالأيام القادمة لنرجع نتأكد هاي مكان المملكة وهي الكتلة باردة باللون الأزرق والزهري بنشوف كيف بدأت تمشي بالفترة القادمة نرى أن هذه الكتلة القطبية بدأت تندفع أكثر صوب الجنوب صوب تركيا ومنطقة الشرق الأوطن تصل للمملكة يوم الجمعة ونظر كيف المملكة تنكث هذه الكتلة طوال الفترة القادمة بالقرب من المملكة فبالتالي طوال الفترة القادمة ستكون هي فترة باردة بدءا من يوم الخميس والجمعة وطوال الأسبوع القادم درجات حرارة شايف كيف تظلها موجودة من عمق الشتاء تنتظر المملكة ومنخفضة للغاية حتى لو نرى مثلا هذه الخريطة درجة الحرارة المتوقعة مثلا ليلة الجمعة السبت كما نرى الصفر المئة ويزور عديد مناطق المملكة ليلة الجمعة السبت كما نرى مناطق الكثير من الشمال والجنوب تحت تأثير درجة حرارة صفرية ليلة الجمعة السبت وعودة في درجات الحرارة المنخفضة للغاية طيب بشكل عام كيف سيكون الطقس خلال الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي على ما يبدو هو بارد جدا هاي كقراءة أولية الأسبوع القادم راح يظل في عنا نمط جوي معين راح يخلي الكتل الهوائية البارد جدا نظلها توصل للمملكة هاي المنطقة تاعتنا بلاد الشام وهاي المملكة في عنا زي ما احنا شايفين مرتفع جوي في قارة الأوروبي بيخلي كل الهواء البارد يظل ينزل بهاي المسارات فهاي الكتل القطبية اللي كنا نشرح عنها قبل شوي شوف المملكة كيف على أطرافها وهي بالقرب من المملكة بالتالي وجود هاي الكتلة في هذا المكان لفترات طويلة بدأة من الخميس وطوال الأسبوع القادم راح يؤدي إلى أن الأجواء راح تكون باردة جدا جدا طوال الأسبوع القادم خلاصة خلال ساعات النهار وحتى خلال ساعات المساء والليل نحكيش عن درجات حرارة بتطلع عن 6-7 درجات حرارة بالنهار وبالحول الصفر المئوي وممكن إذا كمان حركة الكتل تتغير شوي ينتج عنها منخفض جوي آخر بسامة الأجواء هاي والباردة والكتلة شديدة البرودة بتحفز أنه ممكن نرجع نشوف ثلوج بشهر ثلاثة هاي ممكن بتساعد أنه يصير في عنا منخفض ثلجي أكيد طبعا بحد ذاته وجود الهوى البارد بالقرب من المملكة أو القطب بالقرب من المملكة ممكن ينتج عنه منخفضات ممكن تكون معها ثلج لكن إحنا اليوم يعني فترة وصول هاي الكتلة بنصف شهر ثلاثة بخليك نوعا ما ما تقدري تتنبأي بفترة طويلة ممكن يتغير إيجابا أو سلبا لكن إحنا اليوم في عنا فرصة يوم الجمعة زي ما حكينا في حال مقوث هاي الكتلة زي ما حكينا الأسبوع القادم ممكن بفترة نصف الشهر كون في عنا كمان منخفض جوي آخر بأثر على المملكة لكن صعبنا اليوم نحكي هل راح يكون في ثلج راح يكون في مطر ممكن تكون فقط كتلة هوائية جافة تجلب درجات حرارة باردة جدا أو منخفض للغاية لكن وجود هاي الكتلة في مناطق قريبة من المملكة تحتاج جامعا إلى المتابعة والمراقبة لكن الأمر الثابت حاليا منخفض الخميس والجمعة يحمل بعض الزخات الثلجية زي ما حكينا في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية لكن لا ينتظرنا ما حدث قبل شهر واحد عفوا ومكوث هاي الكتلة بالقرب منا راح يفرز لنا أجواء جدا باردة ومن عمق الشتاء طوال الأسبوع القادم طيب شو أهم التنبيهات والتحذيرات الجوية خلال اليوم وبكرة وإن شاء الله يوم الجمعة يعني اليوم قد يكون المناطق الجنوبية والشرقية الأكثر عرضة للغبار زي ما ذكرنا بالتالي بدنا جميع السائقين يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر بالقيادة على تركي الطرقات غدا مع المنطقة الجو الجديد لإنخفاض الكبير في درجات الحرارة بدنا ندير بالنا بالتعامل مع هاي الأجواء الباردة منها الاستعمال الآمن طبعا لوسائل التدفئة أيضا هناك غدا مع المنطقة الجو راح يكون فيه فترات فيها ضباب كثيف ندير بالنا من تدني وإنعدام الرؤية الفقية بعض المرتفعات الجبلية العالي خاصة الشمالية وبعض الوسطى قد تشهد زخات الجيوم جمعة بالتالي بدنا نحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مدير العمليات في طقس العرب وسامة طريقي شكرا لإلى